يا نهاريكي السود ومهبب اللي انت بتعملي ده شامس دخلت البيت زي البرغوت وجعدت اتنطط يمين وشمال وتمصي دمنا واحد ورد تاني عارفة البرغوت ده اخرت ويه الشبشي جومت لاحلحة جومي لامي السبق من ورد بهاي اوه يكون في بالك عشان انا عادة هنا تستلميني لا يا رحمك تناكلك بسناني وازدفت يا بيت اللي انت هزرانا اتضافه ده انا هااكلهولك في ايه مالك فوقي نسيت اللي عملتوا فيكي قبل كده ولا ايه نسيتي نسيتي يا شامس نسيتي يا رحمك يا رحمك في ايه يا بيت انت مش اواج بيها البرغ البرغ زي بنتي وبنتك وعش انت عرفوا انتوا الاتنين بقى انا هنا سيتوا البيت ماتشوات يا صح وزي ما قلتلك قبل كده يا حمادي انا غير كل النسوان اللي شفتيها في حياتك صدق صح يا بيت او اللهي انا هنا وامي هناك عشان نبه على الجوك جالبيني بيت جالبيني بيت والله يا ربيك وارك العبرك ما شفتيها بيت والله يقول ان الدعس انت موتني انا وامي لاي وانا مالي انا باعدي بك يا مدى روحك من فوق جمسك يا حالي عشان جبيها انا حاول يا بيت اوه حتردني نفسك لي يا حمادي اتبيها يا بيت يالله حتردني نفسك ولا انت تصغير شليها معادي ولا انت تصغير يا صحي يا خيالي اجنو تقفع يا بيت تعالي تعالي اه 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 تعايزك يا بيت جبيها جبيها اه جبيها يا بيت جبيها تعالي اه 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 خبريها يا بيت كريمة هتاخدش ولادك معاك يا ولا ايه اه ده قلبك حجر يا بيت اه والله صح مش انت غير كل الحريمة اللي انا عرفتها بس قولي لي عادة تعمل ايه عشان اعرف طب بدييني الوا وماله وطي حبي على الارض اللي تحت مداسي ونديهولك لا اخو دي حفيدك اعملي فيه اللي انت عايزاه اقولك على حاجة ادفنه تحت رجليك كمان وراحتك اقولك جئت ليه كمان عشان مروان يتأكد انك قتلت ابنه ومراده وطي بيقتلت ابن حسن وابن مروان ساعتها انا بقى يا جبرية اللي هدخلك مستشهر ما جنين بيدي براحة عليها كريمة رجلي مش قادرة رجلك ايه وقفاك ايه بقولك نادية تقتلت نادية تقتلت واللي ورا مهموتها وقتلها مروان ابيه دي بس اهدي وفهميني بس نوية تعملي ايه حنزل على مصر دلوقتي على طول طب استني طب نقولهم عشان انزل معاك نقول لي مين يا رتال وانا يا بنتي بس ازم من حد ولا بقول لي حد انا رايحة ولا انا جاية امشي بس جبرية كانت عايزة ترميني يمشي باك ايه بصي عملت فيها ايه وكان عايزينا بص رجليها يا ربي تقتع ديها ورجليها ورقبتها يا رب الوليها دي عايزة ايه طب بقولك ايه ارسي كده واحكي لحسن كل حاجة هي بتعملها معاك حسن حسن من ساعة ما خدني جزبه عني من البيت الكبير ورماني عن ضمه انا وابنه ما سألش فينا يعني ايه يعني حسن اشترى دماجه وحسن بقى لما يشتري دماجه يبقى لفف على وحدة تانية وحدة تانية ونت تعرفيها الوحدة دي لا معرفهاش بس نسيريها اعرفه طب اقولك ايه حبيبتي خدي بعضك وراح اعجي عندي زينب لغاية لما انا سافر وركة زينب زينب هي او ماروان بقى وسكة واحدة زينب نشايف اقر نفسه بس زينب عايزنا كلنا نخرب من البيت الكبير عشان تقود هي فيه وتربع براحيتها زينب بقيت شبه جابريه لا لا اوعي تقولي كده تاني على اختك زينب بنتي واختك فهمه ولا لا لا يا كريمة انت عارفة متأكدة ان كلمي ده صح انا عملت كل حاجة عشان خطرك وقفت جنبك عشان تجدي حقنا وحقك من العيلة دي ولا نسيت ما نسيتش يا ريتال ومش هنسى بس بينيش يا امي اسيبك اسيبك ده ايه انت عبيت يا بيت انا لو سبتك روح تسيب مني انت حبيبتي وانت واختي وصاحبتي شاهدي في مصر هتعرف تخلص كل حاجة خليك انت جنبي بقولك كانت عايزة ترميني من الشباك وتقولي ان انا اللي رميت نفسي بتعملها بتعمل اكتر من كده كميل بتخفيش بتخفيش يا حبيبتي تعالي 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 بس بس تعالي تمام ألف شكر مع السلامة بتكلم مين يا محرم؟ بكلم المأمور عازة تطمي منه ايه اللي حصل الحقيقة بيت عبدالحاكيم ده لو دخلته من جوا اليوم كتصدق أبداً ان دي عيلا واحدة عندك حق عن ازدوكو كلمت المستشفى؟ بص يا لوبنا عايز قولك حاجة تحطيه حلقة فيه ودالك حسن ده مش قرطب ان واحدة هتعامل معاهو بس وانت؟ انا قلت على فكرة ان انت هتقلب الدنيا علي عشان ما ردتش ومش بعيد كمان تيجي لحد البيت انا فعلاً كنت هعمل كده بس لو كنت ما ردتش طب يا ريتني ما ردتش قولي هنعمل ايه؟ كفاية بقى تفكير في الشغل انسي الشغل المصلحة شوية ده محرم نفسه مفكرش ان هو ده في الشغل انت عارف كويس قوي ان انا غير محرم ارجوكي تعالي من بسط بداش نفكر في الشغل شوية وبداش نتكلم في الشغل يلا يلا قدالي مش سي؟ يا رب تكوني انبساطي معنا النهاردة يا لبني اه طبعاً انا عرفت من بابا ان صوتك حلو قوي يعني مش قوي لا ازاي صوتها حلو جداً كمان ما تخفيش انا مش هغلس عليك يقولك غني انا فكرة البعث اللي قلتلك عليها تيجي كمان يومين هاي؟ اه رح يبتدوا الحفر والتنقيب على طول محرم معنا عايزك تخلي بالك منهم و تقدم لهم كل ادعاء انت دلوقتي العمدة و مسؤول عن كل شيء انت لقش انت لقش انت لقش ايه تلحك عليك في حاجة تدحك اه طبعاً تدحك انه قالي بلاش نتكلم في الشغل ومساعة ما شايفك وما يعملش اي حاجة غير انه بيكلم في الشغل عندك حق او الله طبعاً اذنوكو بس هامل تليفون واجي خد ايه في حاجة؟ هو ده العمدة الجديد اه ده العمدة الجديد والمعدي تبقى اخته والامورة الصغيرة لانك دي تبقى بنته عايزة تسألي عن ايه؟ انا لا ابداً لا ابداً ازاي باين عليك انك عايزة تسألي؟ عايزة تعرفي اخبار البلد ايه؟ اقول لك انا مش هاد رايحك يا مروان وحسن واعين في بعض ومروان دخل حسن مستشفى الامراض العقلية من العمدة الجديد اللي هناك ده الود وده يدفن مروان بالحية ويخلص منه رايحة فين؟ ما حرم عمره ومشافك يعني مش هعرفك؟ لا معلش ما عاوزاش حد ياخد باله مني دلوك دلوك؟ ايه؟ طيب